في نيجيريا أكثر من ثلاثمائة قبيلة نذكر أبرزها أولا اليوربا أصولهم ليست زنجية ولكن اختلطوا بهم عددهم بالملايين وكثير منهم دخل الإسلام يسكنون منطقة الجنوب الغربي أقاموا ممالك خاصة بهم منها مملكة بنينة الوثنية التي دامت ثمانمائة عام يحكمها أكبر كاهن فيهم ويسمى رئيسها أوبا وكان لا يخرج من قصره فلما أتى الإنجليز أسقطوا دولتهم عام 1333 من الهجرة ثاني أن الإيبو قبيلة مليونية تنتشر بينهم النصرانية والوثنية يسكنون شرق البلاد كان ليس بينهم روابط دينية أو سياسية وأول رئيس نيجيري بعد الاستقلال كان منهم ثالثا الهوسة تكثر في شمال نيجيريا ويطلق هذا الاسم على كل من تكلم بلغة الهوسة اشتهروا بالتجارة وكان لهم إمارات متعددة تتحت فيما بينها وتثقاتل أحيانا لهم دور كبير جدا في نشر الإسلام ويذكر أن أصول ملوكهم السبعة تعود لبني أمية بعدما سقطت دولتهم وشردهم بني الأباس رابعا الكانوري أو البرنو وهي خليط بين العرب والحامية الزنجية خامسا الفولاني أصولهم عربية ويذكرون أنهم من نسل عقبة بالنافع رضي الله عنه وقد حكموا فترة من الزمن بأماكن متعددة بسبب الثورات التي تقام ضدهم وفي نهاية القرن الثامن عشر ميلادي أقام عثمان بن فودي الإمارة الكبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر